عندي تفاعل يلا تفضلي ما هو H2SO4 هذا حمد الكبريت حمد الكبريت H2SO4 طبعا في عنا وحدة كاملة للحمود بآخر الكتابنا هذا إن شاء الله حمد الكبريت ما هو قلنا لما ببدأ تسمية ببدأ من الأيون السالب هون الكلور السوديوم كلوريد السوديوم قلنا هذا كلوريد السوديوم قلنا كتير ركزنا على إنه هذا هو ملح الطعام اللي نحن ناكله ملح الطعام هو كلوريد السوديوم N-A-C-L طيب ماذا سوف يحدث يا علا أنسي هلأ يعني أنا ما لعي يبس حقيقة تجربة تقوليني صح ولا أنسي من هون N-A N-A أيها زائد C-O-4 بنتي هي N-A-S-O-4 N-A-S-O-4 أنت هيك برأيك أنه N-A رح تتفاعل مع ال-S-O-4 صح؟ تمام أحسنتي شو كمان بعدين منحط H-C-L أحسنتي أحسنتي هلأ هو يعني متل ما قالتي بس شغلة صغيرة انتبهي عليها نحن قلنا أنه هذا تفاعل طب ما نعوه هذا التفاعل يا علا هل هو تفاعل تبادل أحادي تبادل ثنائي احتراق تفكك ابتحاد شو برأيك نوع عاد التفاعل تبادل ثنائي تبادل ثنائي أحسنتي أنه أنا عندي مركبين تبادل آيوناتهم شو في بنتي لما أنا قلت الأول أنه الآيون الموجب بين المركب الأول سوف يتحد مع الآيون السالب بين المركب الثاني والعكس والآيون السالب بين المركب الأول سوف يتفاعل مع الآيون الموجب بين المركب الأول سوف يتفاعل مع الآيون السالب بين المركب الثاني عندي H هي الهيدروجين الحمضي ثوف تتفاعل مع الكلوريد وتتحد معه بصير عندي HCl كيف أكتب صيغة كيميائية أبدأ بالأيون الموجب اللي هو الهيدروجين أنتهي بالأيون السالب اللي هو الكلوريد أكتب التكافؤات تكافؤ الهيدروجين واحد تكافؤ الكلوريد واحد لما التكافؤات متساوية أختصرها لا داعي لكتابته هلأ المركب الثاني اللي رح يكون عندي هو الآتي هو صوديوم مع SO4 أنتي برافو عليك يعرفتي أنه أنا أبدأ بالأيون الموجب اللي هو الصوديوم N-A انتهي بالأيون السالب اللي هون هو جذر الكبريتات SO4 هلأ الخطوة الثانية أنا لازم أكتب التكافؤات الصوديوم تكافؤ واحد الكبريتات تكافؤ اثنين الخطوة الثانية وبادل بين التكافؤات الصوديوم رح تاخد اثنين والSO4 رح تاخد واحد فما في داعي أكتب الواحد فقط أنتي اللي ما قلتيا أنه N-A2 SO4 ولكن برافو عليك خلونا نركز بس أنه صيغة كبريتات الصوديوم اللي مرأت معنا اليوم ثلاث مرات لازم نحفظها N-A2 SO4 N-A2 SO4 عندي أنا كم ذرة صوديوم دخلت إلى التفاعل يا أولا خلونا أول شيء نكتب الزرات اللي أنا عندي موجودة بكتب أنا عندي كم ذرة هيدروجين وعندي SO4 أنا كلها كجذر بعتبرها SO4 وعندي Na وعندي CL صح؟ صح وعندي كم ذرة هيدروجين دخلت إلى التفاعل؟ الهيدروجين 2 الهيدروجين 2 كم ذرة هيدروجين نتجت عن التفاعل؟ واحد أحسنتي واحد طيب كم ذرة هيدروجين نتجت عن التفاعل؟ كم ذرة هيدروجين نتجت عن التفاعل؟ وإيه 2 ليش 2 بنتي؟ أحسنتي أنه هلأ وقت اللي بازلناه ونحطنا لCO4 2 لأ بنتي نحن الاتنين هاي للصوديوم نحن قلنا تكافؤ الصوديوم واحد تكافؤ الـ SO4 2 صح؟ صح؟ وبعدل بين التكافؤات يعني الصوديوم رح تاخد الـ 2 والـ SO4 رح تاخد الواحد والواحد ما في داعي اكتبها فـ NA2 SO4 يعني ذرتين صوديوم مع جزء كبريتات واحد جذر كبريتات واحد تمام؟ تمام واضح بنتي؟ طعم عامسة لأنه أنا لما داخل المركب أنا عندي هون ذرتين صوديوم NA2 ذرة واحدة من الكبريت أربع ذرات من الأكسوجين داخل المركب يكون موجود على اليمين عندي ذرتين صوديوم ذرة كبريت واحدة وأربع ذرات من الأكسوجين واضح؟ تمام طب كم ذرة صوديوم دخلت إلى التفاعل؟ 2 سنتي طيب كم ذرة كلوريد دخلت إلى التفاعل؟ ناسكما واحد N-A-C-L كم ذرة كلوريد نتجت عن التفاعل؟ واحد واحد صح هلأ معنات أنا عندي المهوة المتعادل فقط ما هو؟ الهيدروجين الـ CL هنا واحد واحد صح؟ الهيدروجين والصوديوم هلأ أنا قلت من أن أبدأ من الرقم السالب عندي N-A-2-S-O-4 و-H-C-L كيف سأوازن هذه المعادلة؟ طيب N-A-2-S-O-4 نتجت عن التفاعل ذرتين صوديوم دخل إلى التفاعل ذرة صوديوم واحد فأنا لازم أحط اتنين وين يا علا؟ أنا سيب قبل الهيدروجين الـ H-C-L هلأ نحن عم نحكي عن الصوديوم هو لو أنا كنت عم بحكي عن الهيدروجين صح أنا عندي ذرتين هيدروجين دخلت إلى التفاعل ذرة هيدروجين واحدة نتجت عن التفاعل فأنا أضع تنين على يسار الـ H-C-L صح؟ نعم هاي الةثنين معنى انا عندي اتش واثنين سي ال ايضا صح فانا لازم اعادل على الارقام اللي عندي نتجة عن التفاعل اتشي هدروجين وتنين سي ال هلأ بجي على سوديوم كم ذرة سوديوم دخل عندي على التفاعل ذرة سوديوم واحد كم ذرة سوديوم نتجت عن التفاعل وذرة صوديوم وحدة دخلت الى التفاعل من ال NASEL فبضرب الNASEL بكم بثنين بثنين اضع هذه اللتنين على اليسار هاي اللتنين معناته انا عندي ذرتين صوديوم وذرتين كلورا ذرتين صوديوم وذرتين كلورا وعدل على الارقام اللي عندي ذرتين صوديوم بحط له الصوديوم اثنين الهيدروجين حل gravست وازن صار ذرتين هيدروجين ذرتين هيدروجين نكتب بتالي الكلوريد صار عندي دخل إلى التفاعل ذرتين كلوريد ونتج عن التفاعل ذرتين كلوريد وبالتالي المعادلة توازنت أول شي ضربت الـ HCL ب2 حتى أنا أساوي الهيدروجين 2 وثم ضربت الـ NaCl أيضاً ب2 حتى أساوي ذرات الصوديوم 2 اللي دخلت إلى التفاعل لماذا؟ يعني أنا عندي Na2SO4 يعني عندي ذرتي صوديوم خرجت نتجت عن التفاعل عندي شوفوا يا طالبات عندي الآتي أنا عندي هون ذرة صوديوم 1 دخلت إلى التفاعل وعندي ذرتي صوديوم Na2 نتجت عن التفاعل فأنا NaCl كلها بضربها ب2 وأيضاً عندي H2 ذرتي هيدروجين دخلت إلى التفاعل وعندي HCL H1 ذرة هيدروجين 1 نتجت عن التفاعل فبضرب الـ HCL ب2 لما بحسب الذرات في هذه الحالة أنا عندي ذرتي هيدروجين دخلت إلى التفاعل وهون عندي ذرتي هيدروجين لأنه عندي 2H نتجت عن التفاعل جذر الكبريتات SO4 وSO4 نتجت عن التفاعل الـ Na الصوديوم أنا ضربته ب2 2 Na يعني ذرتي صوديوم دخلت إلى التفاعل وNa 2 SO4 ذرتي صوديوم نتجت عن التفاعل وكذلك 2 CL عندي NaCl فيه كلوريد واحدة ضربته ب2 صار عندي 2 CL دخلت إلى التفاعل وأيضاً HCL صار عندي فيه 2 CL نتجت عن التفاعل في حدا عندي سؤال طلاب بالأول طلع معايا حطيت كبريتات السوديوم زائد حمد كلورد ما اسمون كبريتات السوديوم أنا سئنيتو بالأول أنا ضربت نيتو حطيت البعيد مع البعيد والقريب مع القريب أنه SO4 صح بنتي بنتي أتجمع عملية تبادلية أتجمع عملية تبادلية يعني يعني أنا فيني مثل إزالت 5 زائد 8 مثل إزالت 8 زائد 5 وكذلك أنا قلت HCL زائد Na2S4 نفس إزالت Na2S4 زائد HCL تمام؟ يعني أنت سيصرف كمان نفسه صح إيه صح تمام الآن إذا جئينا نقرأ المعادلة بعدد المولات ماذا سوف أقول تفاعل 1 مول من حمد الكبريت مع 2 مول من كلوريد السوديوم وأعطاني 2 مول من حمد كلور الماء أو فيني أسميه كمان غاز كلوريد الهيدروجين زائد Na2S4 1 مول من كبريتات السوديوم طبعا هون نحن قلنا أنه التفاعلات التبادل الثنائي الناتج لازم يكون عندي إما غاز أو راسب أو مركب ضعيف الثبات هون أنا عندي الناتج هو أحد النواتج هو غاز الغاز هون هو HCL غاز كلوريد الهيدروجين ليش هو غاز؟ لأنه أنا رح يطير هو في الجو مثل أنا لما بفتح علبة الكلور بننظف فيه بتفيح ريحة الكلور وبعدين خلاص بيروح فالكلور بيصير غاز فتفاعلات التبادل الثنائي لأنه لازم يكون أحد النواتج إما راسب أو غاز أو مركب ضعيف الثبات في هذه المعادلة أنا لدي غاز هو غاز كلوريد الهيدروجين شكراً للمشاهدة يجب أن نقوم بك أحد أن نقوم بإعجاب